ما لبث المرء يذكر الموتى إلا وسغرة الدنيا بعينه وما فتئ القلب يداوي جرحه إلا والجرح عميق عمق منية أخذت لعب المنتخب الجزائري للمحليين بلال بن حمودة وهو فريعان الشباب عائدا إلى بيته مبتهجا بعد مباراة كان فيها أداؤه وهدفه المسجل في شباك منتخب الكونغو ديمقراطي على كل لسان لم يكن يعلم أنه عائد لذويه ولكن محمولا على أكتافي أقاربه وأحبابه ما عندنا شكوا هذه اللحظات الأخيرة أنا بايت كونتاكت مها قاع ما قدرنا شمع في تيريبون ما قدرت معها ما عيط لي ما عيط لي ما مولو رفر قروف ما رفر قروف ما وانا قلت لهم ما نبغيش نديرون جاي ما بغيش نعيط له خنقليه وي عيط لي أنا كنقور أفلا بريبارسون تاع ولا أخبش نخلط فيه حتى تسمع حديثة مؤلمة هذي بيزاف قاع مشهد بكت له القلوب قبل الآيون حقيقة واحدة هي رحيل اللاعب بلال بن حمودة أتمنى أن يتغمده الله بوسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه كنا جميعا تحت الصدمة بمن فيهم اللاعبين كان لدينا يوم وراحة لقد أرد رؤية والدته للأسف حدث بعدها ما حدث بلال أحببناه جميعا خاصة أنا كمدرب صاحب الأخلاق الرفيعة والحميدة خارج الميدان قبل داخله كما يقول مقربه محاسن مأثورة عنه رحل بلال ترافقه دعوات محبين ممتنين ومعترفين له بجميل